مخاوف عديدة يطرحها الفلاحون بسبب نقص الأمطار هذه السنة واحتمال تكرار سيناريو الجفاف الذي عرفته الجزائر السنة الماضية وهو ما قد يؤثر بشكل كبير على موسم الحرث حسب ما يوضحه اتحاد الفلاحين في قضية الحرث فيه مناطق اللي صبت فيها أمطار لكن بسيطة لكن الأغلب أنها جفاف الأرض اللي ما تصبش فيها الأمطار أكثر من تسع أشهر ولا عشرة صبحت كل حجرة يفوت فوق هالمضمد ما يديش منها شبر قد نهار وبالتالي الناس اللي عندهم إمكانيات وعندهم إمكانيات مثلا بالنسبة لجرارات كبرى أنهم قلبوا الأرض وعاودوا يحمروها غدوة يقدر يحرص ببساطة اللي ما عنداش هذه الإمكانيات هذه هي وينه غير يتسلف وغير مثلا يكري وكذا والأكثر من الفلاحين ما عندهمش القدرة باش يدي جراره وباش يشريه ويطرح الفلاحون مشكلة الإمكانيات التي تمكنهم من الحرث في أرض جافة ما يستدعي تدخل وزارة الفلاحة لتوفير الجرارات خاصة وأنها طلبت الفلاحين بحرث كل الأراضي لتفادي ندرة السلع ندار التعليم باللي كل الأراضي يتحرص بأي صورة الأرض اللي يمضاري يتحرص لازم نحرطه هذا يدعينا الفلاحين بأنهم باش يديرون نظام تعاوني فيما بينهم وتدخل الدولة وتدخل البنك بنك الفلاحة تدخلت بقرض الرفيق قرض التحدي وفي حال تعذر على الفلاح الحرث فإن الأمن الغذائي للجزائريين يصبح مهدداً السنة القادمة الفلاحون متخوفون واتحاد الفلاحين يدعو وزارة الشؤون الدينية إلى إقامة صلاة الاستسقاء في ظل نقص إمكانيات تمكن من تجاوز أزمة ندرة مقبلة ترجمة نانسي قنقر